ننتقل إلى ملف آخر أو في صحيفة اليوم السابع وزير خارجية بريطانيا للرئيس نتطلع لتطوير التعاون مع مصر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة بحضور سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى سفير المملكة المتحدة بالقاهرة وقال سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بوزير الخارجية البريطاني في زيارته الرسمية الأولى لمصر معربا عن تطلع مصر لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين الدولتين على المستويات كفة وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة استثمارات الشركات البريطانية في مصر الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع بريطانيا في مجالات مختلفة وخاصة التعليم سواء الجميع أو مقابل الجميع فضلا عن تشجيع الاستثمارات البريطانية القائمة في مصر وتطلع لزيادتها وتوسيع أنشطتها خلال المرحلة المقبلة لا سيما في محور تنمية قناة السويس من جانبه أعرب وزير خارجية المملكة المتحدة عن تقديره لما يربط مصر والمملكة المتحدة من علاقات طويلة ومتميزة مشيرا إلى تطلع بريطانيا لدفع علاقات التعاون بين الدولتين والارتقاء بها إلى أفاق أرحب ومؤكدا تقدير بلاده للقرارات الشجاعة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وما تتحمله من تبعات وتحديات في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر